السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بحضراتكم حلقة جديدة من ملفات من سبعة ألاف سنة اتولدت حضارة المصريين عرفنا العالم يعني إزراعة ويعني إصناعة يعني إيه بنا وطب وفن وغيرها من العلوم وعلى مر التاريخ البلد دي كانت مليانة خير فعهد الدولة الرومانية مصر كانت مزراعة الإمبراطورية الرومانية ولو قربنا شوية في التاريخ هنلاقي إن البلد دي في أوائل القرن العشرين وقبل ما العسكر يمسكوها كانت أكبر مصدر للأمح والقطن في العالم كان الجنيه المصري بيساوي جنيه دهب كانت مصر مدينة بريطانيا الإمبراطورية العظمة اللي لا تغيب عنها الشمس يا راجل ده كانت مراكب اللاجئين بتاعة أوروبا من الحرب العالمية بترسي عندنا في اسكندرية كان عادي جدا تلاقي الطلاينة واليونانيين شغالين في مصر عشان كده حاجة تحزن حاجة تحسسك بالإهانة كمصري لما تلاقي مصر بلد النيل والخير والزراعة بيتبعت لها معونات غذائية بص الخبر ده كده خبر صدم كتير من المصريين بيقول لك الإمارات ترسل مساعدات غذائية لمصر الإمارات بعت مساعدات غذائية للشعب المصري مساعدات معونات غذائية ورجل أعمال طالع يقول لك شعرت بالإهانة رجل الأعمال حسن هيكل ابن الأستاذ محمد حسنين هيكل كاتب المعروف طلع كتب الكلمتين دول قال إيه حسن هيكل بص كده بيقول مع تقديري لأي دوافع إنسانية وأخوية بس بعتبر الخبر ده مهين لي وده لو من أي بلد سواء الإمارات أو أي حد تاني عشان يعني ما يتفهمش أن الرجل يعني بيخبط في الإمارات لأنه برضو ليه مصالح لكن هو خبر مهين خبر يزعل مش بس حسن هيكل اللي استفزوا المشهد عدد كبير من اللي تفعلوا مع الخبر وعلقوا على المشهد شافوا مهين وشافوا الحال اللي احنا وصلنا لها كبلد مصر مصر أم الدنيا بقيت بعت لها معونات غذائية شوف كده السياسيين والصحفيين والنشطاء قالوا إيه محمود مهدي كتب بيقول فيه خبر بيقول إن دولة الإمارات الشقيقة أرسلت ستة واربعين طن مساعدات غذائية لمصر طبعا ألف مليون شكر للإمارات بس مساعدات غذائية لين احنا لمصر دكتور الجوادي بيقولك أعلنت الإمارات عن خمسة واربعين طن مساعدات غذائية لمصر أي بواقع نص جرام لكل مواطن مصري في المتوسط بعد استبعاد خمستاشر في المئة من مصريين فعلى كل مصري أن يتسلم نصيبه ويتذكر إن رواتب رئاسات الحكومة الإماراتية الشهرية كلها كانت من ميزانية مصر حتى وهي مهزومة في سبعة وستين صلوا على الحبيب دكتور مراد علي الإمارات ترسل طائرة مساعدات غذائية لمصر عيب 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 فين الممثلين اللي خدوا مئات الملايين في المسلسلات فين مليارات العاصمة الإدارية والكمبويندات فين الملياردرات نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وهشام طلعت واحمد أبو هشيمة وغيرهم محمد أبو الغيت الصحفي كاتب بيقول شعرت باستفزاز شديد لما شفته خاصة إن الكمية المرسلة 46 طن تفهة جدا مصر لديها فائد صدرت منه سلع زراعية بين يناير لأكتوبر 2020 بحجم 4 و 4 من 10 مليون طن قافلة خيرية واحدة من مؤسسة مصر الخير وزعت بشكل روتيني 1250 طن لسنا بمجاعة تبرر الإرسال العاجل لطائرة مع تصريحات طنمطية سخيفة هشام محمود بيقول لك وصل بنا الحال في مصر في عهد السيسي المنقذ إننا بنستلم مساعدات غزائية من الإمارات بلدنا اللي طول تاريخها كانت أكبر دولة بتطعم العالم من خيرتها وكانت حضارة نشأت على الزراعة بتاخد دلوقتي في عهد العسكر معونة غزائية من شوية قبائل سكن والصحراء وبيشتروا كل حاجة بفلوسهم مع الاحترام للشعوب يعني بس شوف قيمة مصر مصر يتعامل فيها كده المعلم بيومي الإمارات بعتت مساعدات لمصر وإحنا بنعمل أثور بالمليارات وعملين موكب مميوات بسبعتاشر مليار وصارفين على إنتاج مسلسل تلاتة مليار بس سيبك إحنا فعلا محتاجين رئيس بخلفية عسكرية عشان يطلع يقول لنا إن هذا الشعب لم يجد من يحن عليه أحمد حسان بيقول بلد الممثلين فيها يعملوا مسلسلات يتقضى كل منهم من عشرين مليون لستين مليون جنيه ده غير التكلفة الرهيبة للإعلانات والبلد دي السلطة فيها تقبل مساعدات عبارة عن أغزية من الدولة كذا اللي اسمها الإمارات أو أي دولة كانت فاضل إيه للمسح بكرامة مصر والمصريين البلاط أكتر من كده وائل بيقول روح الله يفضحك زي ما انت فاضحنا في الدنيا كلها الإمارات اللي كلها صحرا هتساعد خلي بالك أنا بس عايز أوضح نقطة مهمة يا جماعة الناس اللي بتعلق لا تريد إنها تسفه من شأن أي دولة خليجية وشكرا للأشقاء وكل حاجة على رأسنا طبعا الشعوب كلها على دماغنا من فوق بس مصر ما تبقاش كده مصر ما توصلش للمستوى ده مصر اللي كانت بتبعت كسوة الكعبة في المحمل مصر البلد اللي كانت داينة بريطانيا العظمة ما ينفحش يوصل بها الحالة النائدة بعت لها معونات غزائية ومال إيه اللي أحسب ما نكون زي سوريا والعراق ومال فضل إيه بقى طبيعي على فكرة إنك تلاقي بلاد منكوبة أو الفقر ضربها وطبيعي إنك تلاقي دول بتستحق المساعدات دا شيء ممكن يكون مفهوم لكن اللي مش طبيعي إن دولة بحجم مصر اتوعد أهلها إن بلدهم هتبقى قد الدنيا يوصل بيهم الحال في 2021 إنها هتبقى من مستحق الإعانات الغزائية قولي طب ما يمكن معلش برضو يعني خلينا نفكر مهشلة قيلة برضو الحمل كبير وإخواتنا في الإمارات تحسين بينا يا أخي عارفين نسبة الفقر الكبيرة اللي عايشين فيها كتير من المصريين عايشين تحت خط الفقر وأنتو ما شفتوش وزارة التضامن بتاعتكو الاجتماعي طالع من يومين وبتكشف بالأرقام عن سمار التنمية اللي وصلت لحد ما بقى تصريح رسمي بتقول إنها أحصت تسعة مليون مواطن أو تسعة مليون أسرة تحت خط الفقر اقرأ كده الخبر اهو؟ عشان بس ما تاخدكش الجلالة تلاتة وتلاتين مليون مواطن فقير وقريب من الفقر وزارة التضامن رغم أن بالمناسبة يعني رئيس الوزراء كان بيطلع يتباهى من فترة ويطلع يقولك إحنا الحمد لله قدرنا إن إحنا ننجد عدد من ملايين المصريين من تحت خط وطلعناهم تحت الخط من فوق لكن عندك تلاتة وتلاتين مليون مواطن فقير بحسب وزارة التضامن الاجتماعي دي أخبار جديدة بس السؤال بقى مصر بقى فعلا بلد فقيرة بجد ما إحنا لازم نفهم إحنا بلد فقير ونستحق المعونات ولا لا إحنا فعلا محتاجين حد يبعث لنا مواد غذائية ولا لا هي الشلة تقيلة فعلا بجد للدرجات ومش لقيين طيب إزاي؟ إزاي وهي هي نفس البلد اللي بتستقبل إعانات ومساعدات غذائية هي هي نفس البلد اللي بتشتري صفقات سلاح بالمليارات فكر كده إزاي مصر تطلع وانت بتفتح الجرنان الصبح تلاقي مصر خبر بيقول هي الأكثر شراءا للأسلحة الإيطالية في 2020 لسه اليوم دول أهو مصر الأكثر شراءا للأسلحة إحنا أكثر دولة بتشتري سلاح من إيطاليا في 2020 إزاي اتباجا فين الفقر ده؟ كبرلي الخط شوية كده يا مصعد قالت منظمة إيطالية إن مصر أكدت مكانتها للسنة التانية على التوالي بإنها المشتري الأول لأسلحة من روما في 2020 بقيمة 900 لو أنا شايف تسع 991 مليون يورو بما يفوق مليار دولار وقبل أسبوعين جيش المصري أعلن عن وصول فرقاطة بحرية إيطالية تانية من طراز فريمبر جاميني لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية بعد نحو أربعة أشهر من وصوله الأولى وكمان منتصف العام الماضي تم الكشف عن صفقة أسلحة من مصر وإيطاليا تتسلمها على سنوات بقيمة 11 مليار خلي بالك من رقم 11 مليار يورو من ضمنها فرقاطاتها في ريمبر جاميني بقيمة 1 و 1 من 10 مليار يورو تخيل تخيل صفقة واحدة صفقة واحدة ب11 مليار يورو وكل ده مش عشان ندفع عن أمننا على حدودنا مع الصهاينة ولا عشان نضرب سد النهضة أسيوبيا ما عندهاش سواحل عشان نجيب لها كل الفرقاطات والسفن الحربية دي مش هنحارب بيهم ده كل ده علشان نداري على فضيحة الأخ جوليو اللي مات والدنيا وقتلوه كما لو كان مصريا والدنيا مقلوبة كل شوية في إيطاليا في الصحافة الإيطالية بس هيدي الكسف ادفع أهو خبر في إيطاليا يقولك الادعاء يدعو لإحالة أربعة من كبار عناصر الشرطة المصرية للمحاكمة في قضية مقتل الطالب ريجيني وادفع يا شعب أهو يا سيدي دع القضاء الإيطالي الخميس إلى إيحالة أربعة من المطلوبين على زمة القضية من كبار أفراد الشرطة المصرية للمحاكمة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني اللي قتل في ظروف غامضة بعد انتقاله لمصر في يناير 2016 قبل ما يتم العصور على جسسته بعد حوالي أسبوع وأظهر تشريح أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته ونفت الشرطة والمسؤولين في مصر التورد بأي شكل من الأشكال في قتل ريجيني وقالت النيابة المصرية للعام الماضي إنها لا تؤيد لاستنتجات الإيطالية وبعد أيام من مطالبة الادعاء بمحاكمة المصريين الأربعة سلمت إيطاليا للبحرية المصرية الفرقاطة الأولى بين فرقاطتين في صفقة تصل قيمتها الواحد واثنين من عشر مليار يورو حلو الكلام ليس إحنا اللي رابطين بين الموضوع هين اللي اتنين مع بعض التزامن ماينفعش تفصلوا إيو عا تقول دي نقرة ودي نقرة لو كان دي نقرة ودي نقرة ما كنتش عملت صفقة بـ 11 مليار عشان تشتري سلاح من إيطاليا هو السلاح الإيطالي مش أمل للدرجات إيه اللي خل السلاح الإيطالي يحلف عيدا المصريين دلوقتي غير عشان الأخ جوليو والموضوع ينام ونشد اللحاف وشركة إيني تيجي تنقب براحتها وتاخد كله بيسلم بعضه وفي دنيا السياسة لما بتعمل ده علشان تشتري الولاء والانتماء الدول التانية عايزة مصلحتها خلاصة القول مصر مش فقيرة مصر منهوبة مسروقة خيرها مش ليها خيرها ما بيروحش الأهلها خيرها ما بيروحش لناسها خيرها بيروح للصفوة والأجانب والأي حد إلا المواطن البسيط الغلبان اللي عايش في بلده فقير بيشحط معونات وأرضه كلها خير وبركة لكن للأسف منهوبة زمان كان سيد درويش بيطلع يقولك إيه تلوم عليّ ازاي سيدنا وخير بلدنا ماهوش بإدنا قل لي عن أشياء تفيدنا وبعدها بقلوم عليّ مصر كده مصر فيها من الكنوز الكثير والكثير لكن الإشكال إنها بلد بتتنهب بلد بتتسرق ورغم إنها لسه بتتسرق لحد دلوقتي إلا إنها لسه قادرة تقف على رجليها لكن السؤال إمتى المصريين هيحرروا بلدهم إمتى لقمتك ووقوتك هتبقى بتاعتك إمتى هيتخذ منك ضريبة وإنت عارف إن الضريبة دي هتعود عليك مش هيروح يتبني بيها أصور وفلل ساعة ما يتوق المصريين ويقرروا إنهم يمتلكوا إرادتهم إنهم يمتلكوا بلدهم إن بلدهم ترجع لهم بجد تبقى بتاعتهم ساعتها بس مصر هتبقى أم الدنيا شكرا